السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير مع بعض النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح منهج كونكت لسنة الرابعة ابتدائي المنهج الجديد اول حاجة معنا يونت 1 الوحدة الاولى عنوان الوحدة الاولى I feel good يعني انا اشعر بحالة جيدة انا اشعر بحالة جيدة I feel good لسن 1 الدرس الاول عنوان الدرس الاول food and drink food يعني الطعام drink المشروبات food and drink listen and say دي الكلمات الموجودة في لسن 1 الدرس الاول milk bananas chicken grapes mangoes onions potatoes rice sugar cane watermelan milk bananas chicken grapes mangoes onions potatoes rice sugar watermelan watermelan يبقى الكلمات دي اللي موجودة في الدرس الاول الكلمات دي حفظ اقراءة واكتابة الطالب يعرف اقراءها واكتبها الوحدة meals meals يعني الوجبات meals 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 الافطار breakfast 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 lunch 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 breakfast lunch dinner listen لدينا رزع كل متكس في المغرب إلى المغرب إلى المغرب 완성 أريد أن نصر بعض الأموال في المغرب سيدة ريكس وال بالحصول على البلغة من أجل البلغة المغربية في هذه المغرب لنفع لذنبغ مام لانشه يعد، لقد قمنا بعض الأشياء لك مام مام طرح حيث يبدو ليس بمشيئ مام ماهي من سنواتنا تلك موضوع؟ مام مام اعتقد أننا نخيصي عن سيدة في أجل مام نعم نعم مام ماهي ماهي مام أعتقد أننا نخيصي عن سيئة في أجل موم لنش يعني الغداء جاهز لنش يعني وجبة الغداء is ready يعني جاهز الغداء جاهز كلمة special اللي بالأخضر دي كلمة مهمة جدا كلمة special يعني I made some special food for us يعني أنا صنعت أو عملت some special food بعض من الطعام الخاص for us لنا جايب لنا كلمة special number one هي في الكلمات معناها خاص special يعني خاص الأم بتقول which food comes from our country do you think بتسأل ابناء سؤال وبتقول له أي الطعام which food معناها أي الطعام comes from our country اللي بييجي من دولتنا دولتنا اللي هي أيجبت بتسأله الطعام بقى اللي بيأتي من دولتنا قال له I think هنا think فعلا بمعنى يعتقد I think أنا أعتقد we grow we grow rice in Egypt we grow يعني نحن نزرع الأرز في مصر الفعل grow بمعنى يزرع grow يعني يزرع rice الأرز in Egypt في مصر الأم قالت له yes that's right نعم ذلك صحيح الكلام ده تمام مصبوط what else وإيه كمان عايزة تعرف إيه كمان قال لها I think we raise chicken in Egypt raise هنا فعلا بمعنى يربي raise يعني يربي يربي الدجاج raise chickens raise chickens يفعل مهم جدا عندنا دلوقتي فعلا مهمين فعل grow اللي هو ده يا ولاد فعل grow ده مهم جدا يعني يزرع وفعل raise يعني يربي لأنها يسألنا فيهم كثير في الدرس يبقى grow يعني يزرع raise يعني يربي تاني grow يزرع عايزة أقول يزرع الأرز grow rice grow rice grow rice طبعا عايزة أقول يربي الدجاج raise chickens raise chickens وقال لها أنا أعتقد we raise chickens in Egypt نحن نربي الدجاج في مصر ردت قالت له yes نعم and tomatoes and onions وكمان الطماطم والبصل Egyptian farmers الفلاحين المصريين produce many things you see on this table عندنا الفعل ده كمان مهم جدا فعل produce يعني ينتج Egyptian farmers produce يعني Egyptian farmers produce يعني الفلاحين المصريين بينتجوا many things أشياء عديدة you see on this table اللي انت شايفها على التربيزة دي let's eat هيا بنا نأكل عندنا هنا let's معناها هيا بنا بنستخدمها لتقديم الاقتراح let's يعني هيا بنا let's eat هيا نأكل هيا بنا نأكل عندنا هنا سؤال وإجابة what animals do farmers raise in Egypt what animals يعني ما الحيوانات do farmers raise in Egypt التي يربيها الفلاحون في مصر إيه هي الحيوانات اللي الفلاحين بيربوها في مصر اللي جابة they raise chickens to get eggs and meat يعني انهم يربون الدجاج ليحصلوا على البيض واللحم what animals do farmers raise in Egypt they raise chickens to get eggs and meat سؤال ثاني what foods do we produce in Egypt what foods do we produce in Egypt ما الأطعمة التي ننتجها في مصر كلمة produce يعني ينتج ما الأطعمة التي ننتجها في مصر we produce vegetables like potatoes نحن ننتج الخضروات مثل البطاطس we produce vegetables like potatoes ممكن يجي يسألني سؤال ويقول لي what foods what foods do we produce in Egypt we produce vegetables like potatoes activities يعني الأنشطة هنبدأ نحل مع بعض التمرين على الدرس الأول chicken chicken ch 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 a a ده صوت حرف i يبقى أول ما سمع يا أولاد a أكتب letter i يبقى هحط هنا letter i ch i c k e n grapes gray a سمعين إيبقى a a ده long ذاول a حرف a المتحرك اللي صوته طويل يبقى هنكتب هنا letter a grapes milk m e e cat e e أروف cat little oil onion 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 little o rice rice letter r potatoes potatoes p p letter p mangoes ma a a letter a sugar cane كلمة sugar المقطع الأولين اللي هو زي الشين dash sugar هيبقى s u s u يبقى بعد letter s نكتب u lesson and complete استمع واكمل space is ready lunch is ready سمعنا احنا كلمة lunch هنروح كاتبين كلمة lunch number two the food looks space the food looks delicious سمعنا كلمة number three farmers grow potatoes and onions potatoes and onions potatoes potatoes number four we grow rice in Egypt we grow rice in Egypt سمعنا كلمة rice التمرين ده خاصة بالاستماع listening ان الطالب يسمع للجملة كاملة وبعدين يحاول ان هو يكتب الكلمة النصى مكان النصى read and match اقرأ ووصل number one which food comes comes from يعني يأتي من which food comes from our country وكده كده ده سؤال اصلا اخره علامة استفهام ودي أداة استفهام which so هنختار ايه from our country يبقى على بعضها which food comes from our country يبقى number one هنكتب جنبها letter c number two farmers keep chickens to get eggs and meat لكي يحصلوا على البيض واللحم تمام سو هنوصل number two letter d number three we produce vegetables like tomatoes and onions يبقى احنا بننتق الخضروات مثل الطماطم والبصل يبقى نحط جنب number three letter a number four i think we grow i think يعني انا اعتقد we grow نحن نزرع بنزرع ايه اكيد rice in egypt الارض في مصر يبقى number four هنوصلها بالletter b to the correct word اختر الكلمة الصحيح number one the food looks happy sad delicious طبعا الفود هنقول عليه delicious لذيذ الفود اللي هو الطعام يبدو لذيذ number two farmers keep chicken to get eggs and eggs البيض واللحم eggs and meat number three farmers grow الفلاحون بيزرعوا cows ينفعوا بيزرعوا البكر ولا بيزرعوا chickens الدجاج ولا بيزرعوا rice الارض اكيد grow rice اول يا ولاد ما شوف الفعل grow يعني يزرع اختر معاه rice الارض لكن لو شفت الفعل raise احنا اخدنا الفعل raise يعني ايه اولاد يعني ربي اختر معاه chickens raise chickens يعني ربي الدجاج يبقى انا عندي فعلين مهمين جدا الفعل grow ده اللي هو يزرع والفعل raise يعني ربي grow raise grow raise number four potatoes and onions are البطاطس والطماطم بيكونوا اي اكيد vegetables خضروات number five we space chickens in egypt الفراخ بنعمل ايه الفراخ لستقللكو عليها raise chickens بنربي الفراخ we grow chickens لا ما ينفعش يعني ينفع نحن نزرع الفراخ لا we play chickens بنلعب الفراخ ولا raise chickens بنربي الفراخ او الدجاج يبقى raise chickens في الجزء ده عايزنا نرتب الجملة بشكل صحيح جاب لنا الكلمات دي food which from country comes our نرتبها ازاي بقى يا مس اول حاجة هنبدأ which which معناها اي دي اداة استفهام طيب which اي 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 يبقى يبقى اي الطعام which food اي الطعام comes from اخدناه على بعضها comes from from a our country الجملة صحيحة على بعضها which food comes from our country number two جاب لنا rice in we egypt to grow we يعني نحن عايز اقول نحن نزرع الارز في مصر نحن يعني we نزرع يعني grow يبقى we grow grow اي اولاد اكيد grow rice يبقى we grow rice شوفوا انا جبت بداية الجملة و ده ضمير فاعل وبعدين بيجي فاعل اللي هو grow نحن نزرع نزرع اي اكيد rice we grow ايجبت مصر number three جايب لنا meal what having they are what meal they are having ما الوكبة التي يتناولوها يبقى what meal they are having number four chickens we in raised ايجبت we raised chickens لسه لالكو ان ربي الدجاج يعني raised chickens we raised chickens in ايجبت we raise chickens in ايجبت جايب لنا هنا المحادسة اللي احنا قرعناها في اول الدرس جايب لنا كلمات فوق كده تساعدنا ان احنا نحطها مكان النوع which rice lunch raise mom space is ready الامة كانت بتقول الغداء جاهز يبقى lunch is ready انا اخد كلمة lunch دي ونحطها في النوع number one lunch يعني الغداء is ready جاهز it looks delicious mom space food comes from our country الامة سألت سؤال وقالت اي اي معناها which بقى نختار which d which food اي الطعام comes from our country i think we grow not in egypt احنا اخدناها خلاص grow rice يعني يزرع الارز i think we grow rice in egypt هنحط كلمة rice مكان النقط هنا rice grow rice mom why do farmers not chickens طبعا اخدنا الرئيس دي اخر كلمة بقية هي كلمة raise بتقوله لماذا الفلاحون يربوا الدجاج raise chickens انا اكدت كتير على فعلين مهمين جدا 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 اللي هو grow rice اهيت grow rice يعني يزرع الارز raise chickens يربي الدجاج وجيلنا في كل سؤال بتيجي على طول raise chickens grow rice grow rice raise chickens هنبدأ ان احنا نستخدم الكلمات اللي تحت الصورة دي عشان نكتب sentence جملة جاب لنا برضو الفعلين اللي انا قلتلكم عليهم مهمين جدا جدا اللي هو الفعل grow يعني يزرع والفعل raise يعني ربي وعايزنا بقى نستخدم الكلمات دي بجملة طبعا نجاب لي كلمة farmers الفلاحين رايس الارز عايز اقول بقى ايه الفلاحين بيزرعوا الارز يبقى farmers grow rice اكمل اقول اين ايجبت او ما اكملش عادي farmers grow rice يعني الفلاحون يزرعون الارز الفعل grow اهلو قلتلكم عليه rice يعني يزرع الارز farmers grow rice جاب لنا هنا farmers chickens الفلاحون والدجاج طبعا هنستخدم الفعل raise raise يعني يربي يبقى الفلاحون يربوا الدجاج farmers raise chickens farmers raise chickens farmers raise chickens موسيقى موسيقى يجب موسيقى اهلو الموسيقى اول حرف دايما في اي جملة او اي سؤال بيكون هنا هنخلي ال W انا عندي سطرين وابدأ من فوق السطر الاولين بحاجة بسيطة عشان يكون الحرف ايه وهكمل عادي خالص اكتب وفي الاخر احط علامة استفهام علشان ده سؤال بادئ بقتد استفهام وهكتب الجملة كلها زي ما هي هنقل الكلمات دي كلها ايه زي ما هي هكتبها واكتب الجملة صحيحة بس اللي انا اه هغيره في الجملة بس اول حرف لازم يكون وبيحط علامة استفهام علشان ده سؤال بادئ بوبط اداة استفهام وبكده نكون خلصنا الدرس الاول الليسون وان ان شاء الله في الفيديو اللي بعد ده هنشرح درس التاني اللي هو الخاص بالجهاز الهضمي ذا دايجستف سيستم انتظرين ان شاء الله في شرح الجهاز الهضمي لسن تو في منهج سنة ربعة ابتدائي الجديد